والآن وصلنا إلى محطتنا اليومية مع صحي ولذيذ شو نانسي شكله لذيذ جدا فعلا صلطة اليوم نتحدث فتنول الخضار الطاضجة بشكل يومي من أساسيات النظام الغذائي الصحي وتعاد السلطات من أفضل الأطباق التي تناسب هذا النوع من الأنظمة الغذائية وتحتوي السلطات على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم التي تناسب من يرغبون في إنقاص وزنهم ويرى خبراء التغذية أن السلطات تعود كل ما يخسره الجسم من عناصر غذائية أثناء اتباع الرجيم أو الحمية الغذائية إضافة إلى ذلك فهي تشعر الجسم بالشبع لأنها غنية بالسوائل والألياف الغذائية ومعنا في الستوديو الشيف سمية عباد سمية أهلا وسهلا بك ضيفة كريمة على السباينيز العربية شو رايكم؟ جميل جدا ومكونات غير مألوفة عادة بالسلطة هذا اللي نحن نحاول نسويه عامة الصلطة تكون مملة ومكررة والناس تحسها أنها دايت أنها رجيم أكثر من أنها شيء صحي يستمتعون فيه فاللي أنا أحب أسويه أنه دايما نبتكر طرق يديدة للسلطة ندخل أشياء مش متوقع أنها تدخل مع السلطة على أساس يصير دايما عندنا شوق أن نحن ناكلها السلطة تماما فعدنا اليوم ثلاث أنواع سلطة مختلفين عندنا سلطة الكوسة المحشي بالأرز مال الزهرة يعني ما فيها أرز هو يسمونه أرز الزهرة اللي هو من خضرة الزهرة وعدنا سلطة الجرجير مع المشمش المشوي كلام كبير كلام وايد كبير وعدنا سلطة البابايا الخضرة واحدة من أحلى السلطات التايلندية اللي الناس تحس أنها ما تقدر تاكلها إلا إذا راحت مطعم صحيح من أسهل ما يمكن رح تعطينا أسرار خمس دقائق كل اللي يشوفونا خمس دقائق يلا خلينا نبدأ عدنا سلطة الكوسة المحشي عامة الكوسة لما نقول محشي يكون المحشي التقليدي العربي مالنا طبخة الكوسة أنا شو سويت اليوم سويت ستيم للكوسة بطريقة تكون أننا ما نخليها ألدنتي معتادل ألدنتي بالضبط صدقة والطليان لما قالوا ألدنتي يعني الوسط ونبتدي نحشيها شو اللي نحشيها فيه نقدر نطلق أبواب الإبداع اللي عندنا أنا سويت الزهرة نبشرها ونحطها شوية على نار مع شوية باودر ثوم ونخلط معاها الأشياء اللي احنا نحبها أنا خلط معاها الفول الأخضر ووايد مفيد شو في كل المكونات مفيدة بس مختلفة صحيح تحطي شعور بالشبع تحطي شعور بالشبع طبعا مية بالمية عندنا الشبنت والشبت واحد من أحلى الأوراق الخضرة اللي الناس ووايد خاف منا تبتعد عنها بس ولا أروع نخلطها مع شوية الفول الأخضر والليمون وصير عندنا أصلا بروحة تقدرين تاكلينها بدون ما تحشين فيه كوسة رح ندوء رح ندوء بالضبط خلينا بس تسألنا سؤال عن رز القرنبيت ولا الزهرة اليوم رائش بشكل كبير ولكن كيف يحضر يبرش بالأول وهل يتم سلقو حتى نتخلص شوية أبدا شو اللي نسوي لأن الزهرة معروف عنها أنه فيه غازات وايد من الخضروات اللي نسوي غازات صعب على الخضم بالضبط فشو نسوي النجعة في شوية بيكربونات الصودا مع الماء الطبخ مالا الطبخ اللي بيكون على النار تشويح خفيف جدا بالزيت ربما زيت زيتون شوية تحط له تحط له باودر تحكي عن الموضوع كأنه فن طبعا طبعا شرفوا فن أنا بالنسبة لهذه يعني هاي طاولة فيها بسومات أنا طبق فن لا وحاق حقيقة يلا خلينا ما نضيع وقت لنا حشيناهم أنا رتبتهم وجهزتهم وبعدين الحين الصلصة ملتهم الفضل لنا تكون يوغرط وندخل معها لشبنت فحشيناهم خلصنا بنسوي السوس الله بس يوغرط يوغرط شوية غارلك شوية شبنت مرة ثانية معه ليمون زيت زيتون والأعشاب اللي أنتو تحبون ها دايما الواحد يبدع في هالموضوع رمان شوية رمان مش معقول وشوية شبت بسيط بس عشان تعلمت يا نانسي شوية سنوبر تعلمت بدك طبق وشو الإضافة اللي تعطي ويت طعم مميز دبس الرمان خرج على المألوف تماما هذا مفضل عن نانسي دبس الرمان يعني وشوفي أنا أكلهم بدون مبالقة تاخذينها وكلما صغرتي الكوسة كانوا فينجر فود حتى كمقبلات كسلطة وشوفي ها ولا أرواع ولا أسرع حتى ونقدر دائما نحضر الأشياء أنا دائما نقول يا ربا تبيت عندي المشروم الصغار فما بقصصها ودائما نغسل المشروم بس تب صغيرة الفطر يعني الفطر ما نغسل المشروم النظفة بفوطة مبللة لأنه هو مثل الإسفنج أنا بأشره بلا تأشير بلا تأشير أحسن تنظفينه في فرشة مخصوصة ممكن تستخدمين فرشة للمطبخ أو تربطين عليه بطريقة هادئة وتتفاهمين معاه أنه ينظف بدون مشاكل يالك فاهموا معاه أوكي فنحط اللي عندنا بنحط شوية شماندر أوكي أبداع وبنحط عندنا شوية جبن أي جبن بيختار الوحي أي جبن تختاره حلوم بلو تشيز البلو تشيز مع هل لأن المشمش والبلو تشيز روعة مع بعض فالبلو تشيز بس في ناس وايد ما تحب البلو تشيز هيدا أي نوع شبن هذا نوع فيتا فمو بوايد مالح المهم جبنة بيضة المهم جبنة بيضة وبنحط الحين عدنا المشمش اللي شوينا نحط للمشمش شوية عسل ونشوي دراء ربما دراء هذا دراء نحنا نسمي دراء دراء بعض الدوال ومشمش عندكم أوكي نوزعهم هل تحبين توزعيهم؟ يلا بوزعهم هكا بساعدك شوي شوي وبنحط أي نوع مكسرات احنا نحبها وأنا بضيف لها البذور الشية شو أهميتها بذور الشية؟ بذور الشية وايد 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 بذور الشية من ملعقتين يومياً تعطيك كل اللي أنت تحتاجه يعني فضيعة تسلم إيدتش سب بيت ولا أحلات يعني يعني وبنثر عليها بذور الشية بذور الشية وبنثروا على الناس اللي حولينكم على الأرض على الأرض ولا يهمك خذراحتك وأي نوع مكسرات تعدنا فيها كرانبريز ربما كرانبريز بذور العباد الشامس اللي إحنا نحبها هذه فضيعة ولو ضفت لها أي نوع من البروتين خلاص صارت وجبة كاملة تماماً لدرسينج لدرسينج مش مش مشوح على النار محطوط لك شوية عسل شوية زيتون ومخلوط في الخلاط ليمون فيعني دفرنت ولا شي رح يطلع لفوق كله بالستجو بينزلوا الشباب وطبعاً دايماً إحنا لما نسوي السلطة بس يعني أكتر وأكتر عم تشوفها السلطات عم تتحول لوجبة رئيسية وجبة رئيسية ولوحة فنية طبعاً شو رأيك بإضافة ربما البروتينات على هذا الطبق ربما على وجهها شوية سالمان ربما روعة روعة طب خلاص صارت عندك وجبة كاملة ما تحتاج لأي شيء ثاني طيب بعد في عنا سلطة البابايا تفضلي إن شاء الله فوايد مفيدة تستغرب الناس إنها تعكلها خضرة يسوى منها سوب شربة شربة تنبرش تتأشر وتنبرش ولا أسهل تنبرش عادي فهذا بعد ما بشرنا شوفي ونضيف لها طماطة نقطع صغار كزبرة ونضيف لها شوية جزار يعطيها لون هني نقدر نضيف معها الربيان المشوي وقطع المانجو ولا أروع الصلصة مالتها أوكي نخلطها غريبة عجيبة الصلصة خلينا نشوفها صلصة وايد غريبة الصلصة فيها فش سوس يلا عنا ونمنت بعد خلينا نساعد دقيقة واحد بالرشة على طول شو هي شو بتحكي فش سوس فش سوس بس ولا بتحسنها فش سوس ولا أحلى أوكي خلصنا وبنقدمها في كاسات صغار هني بس أخلطها شوي أوكي بأي طرق تقديم إحنا نحبها أنا حبيتني أقدمها الإبداع الإبداع يا سمية أهلا وسهلا يعطيك ألف حافية وياكم وبنزيينها سريع بس أنا بسويها هني اثنين عساس أنه ما عدنا وقت بنزيينها شوي بالبصل الأخضر وبالكوكنات المبشور لا اليوم فائدة كثيرة للمشاهدين وايد 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 فعلا والحلو أنه عطيتنا كل الأسرار يعني عادة في نس بيخبوا أنا ما أخش أبدا أبدا شكرا كثير لأليك إن شاء الله تكون عيبتكم الأشياء سهلة وسريعة واتمنى يجربون شكرا أليك شاف سوما يعمل دعوش ديكوانا بالسدوات وياكم